بينما يتواصل العدوان الهمجي للاحتلال الاسرائيلي على قطع غزة تتجه الانظار لمجلس الامن الذي يصوت على مشروع قرار لوقف اطلاق النار في القطاع لاسباب انسانية فاثر القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه الاحتلال الاسرائيلي الى منع اي عمل محتمل من اعمال الابادة الجماعية في غزة اطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الامن حول مشروع قرار جديد يدعو لارساء هدنة في القطاع وبحسب النسخة الاخيرة لمشروع القرار فان مجلس الامن يدعو لوقف فوري لاطلاق النار لاسباب انسانية تحترمه جميع الاطراف كما يرفض مشروع قرار التهجير القصري للسكان المدنيين الفلسطينيين ويدعو الى وضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولية مشروع القرار الذي طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء بصيغاته الراهنة لا يتوقع له ان يمر حيث من المرجح ان يصطدم مجددا بفيت امريكي قد تقرره واشنطن سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد اصدرت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر احالة النص على التصويت وفي تهديد واضح باللجوء الى الفيتو لوأد النص قالت انه في حال الوصول الى تصويت على المسودة الحالية فلن يتم اعتمادها ومع الفيتو الامريكي يرى مراقبون ان مجلس الامن سيواصل مسلسل اخفاقاته في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق النار في غزة بالرغم من التحذيرات الدولية والاممية بنعدام حماية فعالة للمدنيين في غزة وعدم وجود مكان امن في القطاع